يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتاريش في نيويورك اليوم المانحين الرئيسيين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا وأعلن المتحدث باسم جوتاريش أن الأمين العام للمنظمة الدولية سوف يشدد في اجتماعه مع المانحين خاصة أولئك الذين علقوا مساهمتهم على ضرورة استمرار عمليات الوكالة أشار المتحدث إلى أن أي موظف بالوكالة متورط في عمل إرهابي سيحاسب بما في ذلك عبر ملاحقة جنائية